الآن ينضموا معنا من السليمانية راعي كنيسة ماريوسف الكلدانية القس أيمن عزيز أهلا ومرحبا بك في نشرة الثامنة ميلاد مجيد لأهلنا وأخواننا المسيحيين بالعراق والعالم السليمانية هذا العام شنو راح تكون بيها مظاهر الاحتفال هل ستكون مشابهة لبعض المحافظات التي اقتصرت على الطقوس الدينية داخل الكنائس أهلا وسهلا بكم وقناة ججلة الفضائية وأهن كل الشعب العراقي وخاصة المسيحيين منهم فهذه المناسبة ونطلب من ربنا أن يكون هذا الميلاد سبب خير وبركة على هذا البلد رغم الظروف الصعبة التي نحن نعيشها والتي يشهدها بلدنا والتي يشهدها كل الشرق الأوسط حقيقة هنا بالسليمانية المراسم الدينية جرت كالعادة نحن الطقوس الدينية اللي خاصة بالكنيسة جرت بشكل طبيعي لكن أكيد اختلط الحزن بالفرح يعني أكيد تأثير حادثة حريق الحمدانية نحن جزء من هذا المكون جزء من هذه المجموعة كمسيحية العراق وقدنا كثير من القرابة تربطنا يعني اليوم يمكننا البصرة واستيمانية وحمدانية ودهوك مرتبطين بالزواج والعوائل فهذا الألم كان لنا كلتنا ما فقط لأهل الحمدانية 133 شخص راح ضحية الحريق وهذا الحادث ومئات من الجرحة أكيد لتأثير كبير علينا لكن أكيد فرح الميلاد يعني نحن نحتفل به كاحتفال كنسي عدنا طقوس كنسية ودائما نحن نتوجه الله اللي هو المعزي وهو اللي يفرح الإنسان أكيد هالسنة ما ننسى الحرب اللي تجري في فلسطين وهجوم إسرائيلي على غزة ويروح ضحية مثل ما نشوف في التلفزيون ووسائل الإقلام ألاف من الناس يموتون هما ضحية ما عدهم أي ذنب فقط يقتلون أكيد هاي الحوادث ما نحن وكأنه نشوفها ونخليها وراء ظهرنا بالعكس هذه حاضرة حاضرة في احتفالاتنا الدينية والفقوس الكنسية نعم سيد أيمن دعني أرحب بك من جديد وميلاد مجيد دعنا نتحدث ما هي أمانيكم للعام المقبل وما هي رسالة التي تودون إيصالها عبر من بردجلة أكيد الرسالة اللي يقدمها الميلاد إذن رسالة السلام واليوم نحن أكثر من باقي الشعوب بحاجة إلى السلام ما شفنا راحة خاصة بعد 2003 من الطائفية إلى انفجار سيد النجاة إلى داعش إلى الحريق الحمدانية وقوادث أخرى يعني مشكلة كمسيحيين عراق صراحة أننا عددنا قليل اللي متبقي عدد قليل يعني قياسا بالسابق كان بالثمانينات ممكن مليونين مسيحي أكو بالعراق لكن شوية شوية قل هذا العدد هاليوم ما نعرف الإحصائي المضبوط لكن قد يكون حسب إحصائيات الكنيسة أنه 400 ألف نسمة كل المكونات الأخرى زاد عددها بالسنين وأكيد هذا النظام العالمي لكن نحن قلينا إلى أقل من الربع هذا كل التأثير علينا يعني من يموت 133 شخص هذا تأثر على هذا المكون اللي بقى همين يبدأ يفكر أنا خلي أهاجر خلي أطلع يعني أقل لكم الصراحة حتى أكون الهجرة يعني مستمرة يعني وراء الحادث مع الحريق الحمدانية كثير أنا أعرف من أصدقائي في الحمدانية بدأوا يفكرون عوائل أنه خلاص أنا أطلع أطلع هذا البلد شنو أنتظر يعني حتى إذا هذا الحادث هو حادث عرض مثل حادث الحريق اللي صارف في منطقة ديانا سوران في محافظة أربيل تقليم كردستان أيضا حادث لكن هاي يمكن أشياء إهمال هي لكن معناها أنه لحد الآن ما عدنا هذا النظام اللي يحفظ حياة الإنسان ما عدنا هاي المؤسسات اللي هي تضمن أنه الإنسان يعيش بكرامة في هذا البلد ولهذا الإهمال ممكن يؤدي إلى موت وجرح المئات بدون أن يكون أكو محاسبة من الجهات المعنية أو أنه يحطون رادع أو قوانين أنه تحفظ الإنسان أهم شيء سلامة الإنسان بعدين التجارة بعدين الفلوس هذه شيء ثانوية أمام حياة الإنسان هذا الشيء يجعل الناس تفكر بالهجرة وليهذا نحن اليوم ندفع ضريبة ليس نحن فقط هنا ما يوجد كثير مكونات أخرى أيضا يهاجرون لكن بقياسهم بالعدد الكبير أكيد يتبين الفرق ونأمل المستقبل يكون أفضل رغم كل هذا ستبقون ملح الأرض كما توصفون أسأل عن المسيحيين الذين هاجروا وتحدثت عنهم ما هي العوائق أمام العودة الطوعية للوطن وكيف يمكن تذليلها من قبل أجهات المعنية يعني يا أخي حقيقة يعني بكل صراحة أقول لك الذين يقعدون بالخارج لا يوجد كثير مرتاحين يعني لا يوجد أحد يترك بلده وهو مرتاح أكيد لا يوجد أحد يترك أهله وناسه وقرائبه وعشيقه وهو مرتاح لكن لو ما مجبورين لا يتركوا هذا البلد لو ما أنه منجرح في صميم حياته وفي أفهم نسمعك بشكل واضح آسف نسمعك بشكل واضح إذا تحب أكمل دوما تأثير على حياته ونجرح في صميم كرامته ما كان يترك هذا البلد ما تركه هالشكل عبثا نشوف نسمع من أهلنا اللي سافروا خارج ما كثير هم مرتاحين لأن البيئة ما هي بيئتهم ما هي البيئة اللي يقدرون يعيشون بها مثل ما هما هما أبناء هذا البلد هما أبناء العراق مثل أنت شتلة تأخذها تعيشها وغير بيئتها ما رح تقدر تندمج يمكن الجيل الثاني والثالث لكن أيضا يرجعون هما شنو هما هما عراقيين هما شرقيين ما هما لا أمريكان ولا هما أوروبيين ولا أي شيء آخر طيب سيد أيمن التحقيقات لغاية الآن لم تصفر عن نتائج بحادث حريق الحمدانية كيف تتابعونها وهل رصدتم تقصيرا من قبل جهات معينة؟ حقيقة أنا أحكي من الناحية المهنية أكيد الحادث هو يخص منطقة الحمدانية قرقوج ويوجد مسؤولين هناك في الحمدانية وفي قرقوج ما من حقي أن أتكلم عن هذا الموضوع لكن نحكي بطريقة مهنية أنه يوجد أشياء إجراءات سلامة اللي هي لازم تتبع في كل مكان هي تحفظ الإنسان أما بالنسبة للتجارة فهي شيء ثانوي أمام حياة الإنسان طيب هل لديكم رسائل ومطالب لجهات معنية بهذه يعني جهات معنية ما بعد هذه الحادثة تودون أن تطرحوها؟ رسالتنا رسالة كل العراقيين نريد نعيش بسلام نريد نعيش كمواطنين نريد نعيش مع بعضنا البعض كأخوة وأخوات أما بالنسبة بعد هذه الحادثة وقبل هذه الحادثة نحن يعني دا أقول لك من سنة 2003 نحن متأذين متأذين حالنا حال باقي المكونات لكن نحن يبين بنا بسبب عددنا القليل فنحن مطلبنا مطلب كل العراقيين نعم أنه كل يريد نعيش بسلام وبأمان وباستقرار نعم راعي كميسة ماريوسوف الكلدانيال قس أيمن عزيز شكرا جزيلا لإنضمامي كمانا شكرا جزيلا لإنضمامي كمانا